موسيقى الأخبار الصباحية من قناة عدن الفضائي أهلا بكم ارتقى عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة رئيس مجلس النواب سلطان البركاني ومعه نائب رئيس المجلس محسن بصرة ورؤساء الكتلة البرلمانية ورحب عضو مجلس القيادة الرئاسي رئيس ونائب مجلس النواب ورؤساء الكتلة البرلمانية مؤكدا على أهمية قيام المؤسسات الدستورية بواجباتها والتئامها وفي مقدمتها مجلس النواب حيث يتطلب من الجميع العمل كفريق واحد في المرحلة الراهنة ولفت العرادة إلى أن الأوضاع القائمة تحتاج إلى جهد كبير وإرادة قوية للتغلب على التحديات وتجاوز التباينات التي تؤثر على الأداء العام داعيا القوى السياسية والمكونات الوطنية إلى العمل مع مجلس القيادة الرئاسي والحكومة كمنظمة سياسية متكاملة لإسقاط الإنقلاب والسعادة مؤسسات الدولة معبرا عن شكره للأشقاء في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة على جهودهم وأدوارهم المشهودة وحرصهم على أمن والاستقرار ووحدة اليمن من جانبها أكد رئيس مجلس النواب على أهمية عمل مؤسسات الدولة مجتمعة كون الظروف السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية تتطلب عمل المؤسسات والقيام بواجبها دون أي تعوائق مشرا إلى أن أي تباينات أو اختلافات إنما تقدم هدايا مجانية للحوتيين وتزيد من صلفهم وغرورهم وتحديهم للشعب اليمني والمحيط والإقليم وأوضح البركان إلى أن خيار السلام هو الخيار الأمثل وكان على الحوتيين أن يتلقفوا تلك المبادرة ويتعاملوا معها بإيجابية وبعيد عن منطق الابتزاز والاشتراطات كما تحدث الوأساء الكتلة السياسية عن الأوضاع الاقتصادية والعسكرية والسياسية مؤكدين العمل مع مجلس القيادة الرئاسي برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العلمي وزملائه الذين نعاول عليهم إنقاذ الوطن من ميليشيا الحوث الإرهابية وسعادة مؤسسات الدولة المختطفة وحقوق الناس المنهوبة مشددين على ضرورة تحديث الرؤية الوطنية والتنسيق الكامل بين المكونات السياسية والقوى الوطنية والأشقاء في تحالف دعم الشرعية لحماية المكتسبات والثوابت الوطنية والسير بالبلاد نحو بر الأمان بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بالمبارك في العاصمة المؤقتة عدن مع وزيرة خارجية النرويج العلاقات الثنائية بين البلدين الصريقين وسبل تعزيزها وتطويرها والجهود المبذولة لتحقيق السلام وإحلال الأمن والاستقرار تطرق الجانبان لموقف ميليشيا الحوثي السلبي تجاه عملية السلام وإحباطها لمساعي السلام ووضع العراقيل أمام إنهاء الحرب والحد من معاناة اليمنين سعرض الجانبان الإنجازات التي تحققت في تنفيذ الخطة الوطنية للمرأة والأمن والسلام والاستمرار الحكومة النرويجية في دعم الخطة لتحقيق أهدافها وأكدت الوزيرة النرويجية وقوف بلادها إلى جانب اليمن ومواصلة نعمها لمساعي السلام ولجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لاستيناف العملية السياسية تجدر الإشارة إلى أن الوزيرة زارت اليوم مخيم عنيزة للنازحين في محافظة لحج والمشمول ضمن المساعدات الإنسانية التي تقدمها الحكومة النرويجية للنازحين هربا من هول الانتهاكات الإنسانية لميليشيا الحوثي بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك في العاصمة المؤقتة عدا مع سفير تركيا لدى بلادنا مصطفى بولت العلاقات التاريخية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها وتناول اللقاء تطورات السياسية في اليمن والجهود المبذولة لإحلال الأمن والسلام وأكد السفير التركي وقوف بلاده إلى جانب الحكومة الشرعية ودعمها لوحدة اليمن وسيادته وسالمة أراضيه قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني أن المشاهد المسربة من معسكرات تدريب الأطفال التي أنشأتها ميليشيا الحوثي الإرهابية تابعة لإيران تحت غطاء المراكز الصيفية يعيد التذكير بأحد أكبر عمليات لتجنيد الأطفال في تاريخ البشرية وأضاف الإرياني إلى أن مئات الآلاف من الأطفال بعمر الزهور في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية باتوا ضحايا لمعامل تفخيخ العقول وغسل الأدمغة بالأفكار المتطرفة الإرهابية وتعبئتهم بشعارات الموت والكراهية المستوردة من إيران واستغرب الإرياني الصمت الدولي على عمليات تجنيد المفتوحة للأطفال التي تنفذها ميليشيا الحوثي في المناطق الخاضعة لسيطرتها والتي تتعارض مع دعوات وجهود تهديئة وإنهاء الحرب ودع الإرياني لموقف دولي حازم يرقي لحجم هذه الجريمة النكرى التي تمثل انتهاكا صارخا وغير مسبوق للقوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة وأعداد قائمة سوداء بقيادات الميليشيا الحوثية المتورطة في جرائم تجنيد الأطفال وملاحقتهم ومحاسبتهم في المحاكم الدولية باعتبارهم مجرم حرب بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور وعد واذيب باذيب في العاصمة الأمريكية واشنطن مع نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج حشد الموارد لدعم اليمن في ظل الظروف الصعبة الراهنة واشهد باذيب بدعم البنك الدولي لليمن وما أحدثه من أثر كبير في تحسين معيشة المواطنين عبر البرامج الإغاثية والترموية مؤكدا أهمية توسيع النطاق نطاق تدخلات البنك الدولي في بلادنا من خلال نهج شامل يتصدى للتحديات الاستثنائية التي تمر بها البلاد من جانبه جدد بالحاج التأكيد على دعم البنك الدولي لليمن في ظل في هذه الظروف الحرجة التي يمر بها والعمل من أجل حشد كافة الموارد المتاحة لدعم اليمن والمشاركة في تحقيق الاستقرار والتعافي الاقتصادي المنشود كما بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي دكتور وعد باديب في واشنطن مع نائب رئيس الوكالة الدولية لضمان الاستثمار في مجموعة البنك الدولي جينيد كامال أوجه التعاون وتنسيق المشترك وتسهيل الاستثمار ودعم القطاع الخاص في بلادنا ونوها الوزير باديب بدعم المقدم من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار للعديد من البلدان الهشة والمتأثرة بالصراع منها اليمن معربا عن تطلع اليمن للبدء بعد دعم الاستثمار في بلادنا وإيجاد آليات استثنائية مبتكرة لتتناسب مع الواقع والاحتياجات والظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وتطرق إلى استراتيجيات الدعم التي يمكن أن تقدمها الوكالة لبلادنا من خلال تسهيل الاستثمار عبر توفير الضمانات التي تزيل من ثقة المستثمرين وتقديم تأمين ضد المخاطر السياسية للمهتمين بالاستثمار في بلادنا كما أشار وزير التخطيط إلى تطلع الحكومة لتعزيز التنسيق والتعاون بين الوكالة والمنظمات الدولية الأخرى مثل منظمات الأمم المتحدة العاملة في اليمن وبنوك التنمية الإقليمية والوكالات الثنائية لتنسيق الجهود والاستفادة من الموارد من أجل المساهمة في نهج شامل منسق لدعم التنمية وتحقيق التعافي الاقتصادي المنشود في اليمن حذرت وزارة الصناع والتجارة في العاصمة المؤقتة عدن المتلاعبين بأسعار السلاع بذريعة ارتفاع أسعار صرف العملات باتخاذ كافة الإجراءات القانونية الكفيلة بوقف تلاعبهم في عدن والمحافظات المحررة وأهابت الوزارة في تعميم تلقت وكالة الأنباء اليمنية سابق نسخة منه لكافة التجارة لالتزام بالأسعار المحددة للسلاع وأكدة أن الوزارة وبالتنسيق مع نيابة الصناعة والتجارة ومكاتبها في عدن والمحافظات ستنفذ نزولا ميدانيا دوريا لضبط المخالفين عقد أعضاء اللجنة الوطنية للتحقيق بمحافظة الظالع جلسة السماع لعدد من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان ومطالبهم المتعلقة بضمانات حماية حقوق الإنسان وتطبيق أليات الإنصاف والعدالة وفي الجلسة سمع فريق اللجنة الإفادة أكثر من 15 ضحية انتهاك مختلفة شملت القتل والاعتلاء على السلامة الجسدية ونهب الممتركات واحتجاز الحريات وغيرها من الانتهاكات المتعلقة بالقانون الدولي والإنساني وقانون حقوق الإنسان قام خلالها الفريق بتلوين ملابسات كل حادثة وأثرها على حقوق الأفراد ضحايا الانتهاك وأهم طالبهم القانونية المكفولة وفق القانون الوطني والتزامات اليمن الدولية تجاه حماية وتعزيز حقوق الإنسان انتهت النشر للصباحية قدمناها لكم من قناة عدن الفضائية طابت أوقاتكم اشتركوا في القناة